جده مزنى قادة مع بدره بتقوله هتعمل ايه في موضوع شهد قال لها ولا ايه قلت له ازاي هي دي دي ما دي شهد مراد اخوك يعني لازم تعرف اخوك بالسلفة لكن بيرده بدره بيقول انا مش معرف حد الحاجة دي سر وانا عمري ما حتكلم لكن بترد الجده مزنى وبتقول شوف قدامك خيارين يا اما تروح تعلم اخوك يا اما انا اللي روح اعلمه لكن بيرد بدره بيقول لها لانا هعلمه ولا انت هتعلميه بصي اذا كنت خايفة على فهد فكلها كم يوم وشاهدة حتقوله واظن شاهدي اصلا ما تهميكيش في حاجة علشان كده لا انت هتتكلم يا جده ولا انا هتكلم ما تخلينيش اندم ان انا قلتلك على حاجة كأنك ما سمعتيش وكأني ما قلتلكيش اي حاجة بتسكتت جده من لايه بعد كده فهد قاعد مع بابا في الكافيه بيعتذله جده وبيقوله معلش جبتك هنا لكن انت عارف ان انا ممنوع من اني اروح قال له مفيش مشكلة كنت عايزني في حاجة قال له ايوه اسئلة كتير بيتدور في راسي على موضوع الشراكة اللي بينك وبين البهتاني لكن بيرده بيقوله ايه اللي بخوافك بالزبط قال له انا عايش وسطهم انا بشوف كل حاجة عنهم بيرده بيقوله في حد معارضة على الشراكة دي عندك في ناك في الفيلا بيرده بيقول لا مش مسألة معارض يعني بس حور شكة في الموضوع شوية حسن فيه انه في الموضوع لكن ماجد بيقول لا مفيش ولا انه ولا حاجة الموضوع شراكة عادية زي اي شراكة زي الشراكة اللي كانت بين جدك وبين جد مراتك ولا نسيت قال له لا بس كان فيه مشاكل كتير جدة وكل اللي حصل لنا ده من ورا الشراكة دي لكن ماجد بيوعد وبيقول له لا الشراكة دي غير الشراكة دي مش هيبقى فيها اي مشاكل انا عايزك تتطمن احنا خلاص فتحنا صفحة جديدة